محمد سعيد يقول ما حكم دخول المسجد بالصعوط أو التنباك نعم هذا أيضا يدل على خيرية يعني أنا أذكر في بعض الأقاليم في السودان لما ذهبت إليها ففي المسجد الناس كلهم أو أكثرهم يعني أخرج الكيس هذا الذي فيه هذه المادة الصعوط ووضعه في نعله وقدر الله أن بعد الصلاة وبعد الموعظة سألوا يعني ما حكم التنباك أو ما حكم الصعوط فقلت لهم أنتم حكمتم يعني كونكم تستنكفون عن الدخول به إلى المسجد وقد جئتم للصلاة ومتطهرين وتضعونه في النعال فهذا حكم منكم كاف ولا يحتاج إلى مزيد فيا أخي التنباك مادة محرمة وقد صدرت الفتوى من المؤتمرات الإسلامية والمجامع الفقهية مؤتمر الإسلامي للمسكرات والمخدرات عقد في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سنة اثنتين وثمانين يعني قبل نحو من ثلاثين سنة وصدرت الفتوى بالاتفاق الحضوري جميعا على تحريم هذه المادة بعد سماع كلام الأطباء فيما تسببه من ضرر لكن لو أن الإنسان دخل المسجد وإيجابه صلاته صحيحة إن شاء الله فليس كل محرم نجسا نعم كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا